كمين استهدف قوات سعودية يمنية مشتركة بين منطقتين حات وشحن أو داب حياة خمسة تقول الروايات المتعددة إنهم جميعا جنود يمنيون لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية حتى اللحظة فيما أعلنت لجنة الاعتصام المناهضة للوجود السعودي رفضها وإدانتها للحادثة العملية التي تأتي بعد أيام من إقالة المحافظ باكريت وتعين محافظ جديد للمهرة يرى مراقبون أنها قد تكون تدشينا لمرحلة جديدة من التوتر في المحافظة والذي ربما ينتقل ليصبح نزاعا مسلحا سيطرت القوات السعودية على منفذ شحن رابط بين اليمن وعمان وكان للحكومة الشرعية دور مساعد في تمكينها من ذلك الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول أدوار الحكومة وما أصبحت عليه السلطة الشرعية منذ عامين والسعودية تفرض وصايتها على القرار في المهرة وتسعى لبسط نفوذها وتدفع بقوات ضخمة للتمركز في المحافظة كما تعمل على دعم ميليشيات محلية تابعة لها ولها في ذلك مآرب يدركها الجميع ويرفضها أبناء المهرة واليمنيون المهرة باتت محطة من محطات الحروب الصغرى التي تجري على الساحة اليمنية على هامش الحرب الكبيرة الدائرة منذ خمس سنوات وتظهر فيها الأبعاد الإقليمية بشكل واضح والتي تنعكس على شكل انقسام حاد داخل التركيبة الاجتماعية للمحافظة وهو ما يجعل البعض يؤكد أن المهرة مقبلة على حرب يعزز ذلك الأدوار السلبية للسلطة الشرعية التي تبدو وكأن ما يحدث هناك لا يعنيها تتصاعد الأصوات الرافضة لموقف الشرعية السلبي مما يحدث في المحافظة لكن على ما يبدو فإن الشرعية التي تنزل في فنادق الرياض باتت اليوم غير قادرة على امتلاك أمرها أمام موجة التجريف السعودية للبلاد وسياتته